السلام عليكم ولا سهلا بكم فيديو جديد على قناة ايم ايفون بعد نشر اصدار الايو اس 17 الرسمي كتير من المستخدم الايفون حدثوا اجازتهم لاصدار الايو اس 17 ولكن وجهتهم مشكلة اثناء عملية التحديث ما تقلقش من خلال الفيديو بتاع النهاردة هشرح لك حل مشكلة اصدار الايو اس 17 بدون فجدل البيانات وكمان هشرح لك الرجوع من اصدار الايو اس 17 الى اصدار الايو اس 16 في البداية لازم تعرف ان قطل الايفون اللي بيسببه تحديث اصدار الايو اس 17 بينقاسب بشكل رئيسي الى 3 فئات الفئة الاولى ان جهازك الايفون بيسخن بسرعة وتنخفض البطارية بسرعة والشاشة اللي تستجيب لللمس والفئة التانية الايفون يعيد تشغيل نفسه باستمرار والشاشة بتبقى سودة ومساحة التخزين ممتلئة والفئة التالتة والاخيرة واللي هي التطبيقات تتوقف فجأة ولا يمكن تشغيلها فلو كانت المشكلة صغيرة فعادة تشغيل الايفون بنسبة كبيرة يحللك المشاكل الصغيرة اللي بتواجهها على جهاز الايفون ولو جهازك الايفون جايب لك شاشة سودة بالشكل دوت او بيعيد تشغيل نفسه باستمرار فدية مشكلة كبيرة ولازم تعمل اصلاح لنظام الايو اس 17 وتقدر كمان ان انت ترجع لاصدار الايو اس 16 لو انت بتواجه مشاكل على اصدار الايو اس 17 لو انت عايز ترجع لإصدار الاي او اس 16 تقدر ان انت تجري الفيديو دوت او تتخطى الجزء دوت وتروح للجزء التالت من الفيديو لطريقة الرجوع لإصدار الاي او اس 16 اول حاجة هتعملها دلوقتي لإصلاح نظام الاي او اس 17 هتروح تحت الفيديو في الوصف هتلاقي رابط تحميل برنامج فكس وو هتبدأ ان انت تحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر بعد ما هتحمل البرنامج وتثبته عندك على جهاز الكمبيوتر هيفتح معك بالشكل دوت هنوصل الاول كده جهاز الايفون بالكمبيوتر هنبدأ كده نوصل جهاز الايفون عن طريق كابل اليو اس بي بجهاز الكمبيوتر بالشكل دوت بعد ما هتوصل جهاز الايفون بالكمبيوتر هتفتح البرنامج عندك هايزهر معك بالشكل دوت هتلاقي عندك هنا اصلاح نظام قبل هتدوس على بدء الاصلاح وهيزهر عندك الوضع الكاسي ووضع المتقدم هتختار الوضع الكاسي وهيبدأ كده البرنامج في ازهار نوع جهازك الايفون ونسخة الاي او اس اللي ايه متوافق عليه ní هايبدأ أن هو يحمل لك عندك على جهاز الكمبيوتر دلوقتي هتدوس على بدء صيانة وهايتلب منك البرنامج النوات اللي انت تدخل جهازك لايفون فو harvest Julio privateer mode وهتلاقيش راح لكينا بالصور كل نوع جهاز إزاي اللي انت تقدر تدخله فو accredたい specific company هنبدأ دلوقتي اللي احنا ندخل جهاز الaiphone فو hada or recover remote حتدوس دوسها سريع على زرار رفع الصوت وبعدين دوسها سريع على زرار خفض الصوت وبعد كده حتدوس على زرار الباور هتفضل معلق صوبعك على زرار باور لحد ما يدخلك في وضع الريكوفر ريموت أو وضع الاسترداد وبكده دخل جهاز الايفون في وضع الاسترداد زي ما انت شايفين هنرجع مرة تانية على البرنامج هتلاقي البرنامج بدأت تلقائك دوت في عملية اصلاح نظام الايو اس وهنا كده هيعملك اصلاح لنظام الايو اس 17 لو وجيتك اي مشكلة على جهاز الايفون هتسيب كده جهازك الايفون متوصل بجهاز الكمبيوتر لحد ما ينتهي البرنامج من اصلاح اي مشكلة بتوجهه على نظام الايو اس وبالشكل دوت زي ما انتوا شايفين انتهى كده البرنامج من اصلاح المشكلة اللي كانت بتوجههنا على جهاز الايفون وهيشتغل معاك جهازك الايفون بالشكل دوت ويبقى كده تخلصت من اي مشكلة كنت بتوجهه على جهاز الايفون شاشة صودة مثلا او جهازك الايفون بيت فيه واشتغل وهتلاقي كدوات اللي انت عملت إصلاح لنظام الـ iOS 17 وشغال معك بشكل طبيعي وبدون كمان ما تفكد البيانات اللي كانت موجودة عندك على جهاز الآيفون ولو انت مش حابب اللي انت تستخدم نظام الـ iOS 17 وحابب اللي انت ترجع لإصدار الـ iOS 16 مرة تانية فكل اللي عليك اللي انت هتفتح برنامج فكس بو عندك على جهاز الكمبيوتر وتوصل جهاز الـ iPhone بالكمبيوتر بالشكل ده بعد ما تفتح برنامج فكس بو عندك على جهاز الكمبيوتر هتختار من هنا تركية أو تنزيل نظام الـ iOS هتلاقي عندك هنا اختيارين تركية الـ iOS 17 أو الرجوع لإصدار الـ iOS 16 احنا دلوقتي عايزين نرجع لإصدار الـ iOS 16 هنختار من هنا الرجوع لإصدار الـ iOS 16 وهيارد لك هنا البرنامج نوع جهازك الـ iPhone والإصدار اللي هو موجود عليه دلوقتي اللي هو إصدار الـ iOS 17 وهنا هيارد لك نسخة الـ iOS اللي انت هترجع لها وهي دلوقتي موجودة عندنا نسخة LiOS 16.6 هيبدأ كده البرنامج ان هو يحمل لك نسخة LiOS 16.6 عندك على جهاز الكمبيوتر كل اللي عليك اللي انت حدوص على تحميل وهيبدأ كده البرنامج في تحميل نظام LiOS 16 عندك على جهاز الكمبيوتر ودي بتكون مساحية حوالي 6 جيجا فهتستنى كده لحد ما ينتهي البرنامج من تحميل نظام LiOS 16.6 بعد ما ينتهي كده البرنامج من تحميل نظام LiOS 16 هيبقى جاهز دلوقتي للرجوع لإصدار أقدم كل اللي عليك اللي انت حدوص على إبدأ الرجوع لإصدار أقدم وهيطلب منك البرنامج اللي انت تدخل جهازك لايفون في وضع الاستردادة والريكوفر ريموت وهتلاقي شرحلك من خلال الصور دي ازاي الدخول في وضع الاسترداد بعد ما هتدخل جهازك لايفون في وضع الاستردادة والريكوفر ريموت هيبدأ تلقائك دهوة البرنامج في عملية خفض نظام LiOS وهيرجعك لنظام LiOS 16 مرة تانية هتسيب كده جهازك لايفون متوصل بالكمبيوتر لحد ما ينتهي البرنامج من عملية الرجوع لإصدار أقدم من نظام LiOS 17 وكده انتهى البرنامج من رجوع لإصدار LiOS 16.6 وهيفتح معك جهازك لايفون بالشكل دوت وكده انت رجعت لإصدار LiOS 16 مرة تانية وتقدر دلوقتي اللي انت تستخدم جهازك لايفون بشكل طبيعي وبدون أي مشاكل أتمنى اللي انت تكون استفدت من الفيديو وعجبك وما تنساش اللي انت تدعمنا بلايك وتشترك في القناة شكرا لكم واشوفكم الفيديو الجاي